مشتركين الكرام شاهدوا الفيديو كاملا لدعمنا فنحن نبذل جهد كبير لأجلكم ربما وصلت لك هذه الرسالة عندما قمت بفتح واتساب وأنت من الممكن أن قمت بالضغط على موافقة أو ليس الآن وأنت لا تعرف تحديدا ما الذي جرى وما معنى الرسالة لتعرف أكثر تابع مع الشرح حتى النهاية أهلا بكم من جديد متابعين الكرام في هذا الشرح سأوضح لكم ما معنى هذه الرسالة التي ظارت لك مؤخرا أو ستظهر لك في الأيام القادمة وسأقدم لكم حلول مناسبة للجميع طبعا كما نعلم أن شركة واتساب هي شركة تابعة للفيسبوك وفي هذه الأيام ظارت هذه الرسالة للكثير من مستخدمي واتساب وباختصار فإن الرسالة ليست تحديث للواتساب بميزة جديدة لك كمستخدم لا فهي غير ذلك طبعا سأوضح لكم معنى الرسالة وسنتابع الموضوع في حال حصول أي شيء جديد سنخبركم به حالا فإذا كنت غير مشترك معنا بالقناة اشترك الآن والآن ركز معي جيدا المعنى من هذه الرسالة أن واتساب له الحق في الإطلاع على معلومات حسابك وسأخبركم ما هي المعلومات خلال الشرح وأنه في حال الضغط على موافقة هذه الأيقونة فأنت توافق للواتساب بأنه ياخد معلوماتك من حساب الواتساب الخاص بك وتصبح معلوماتك عند الواتساب ويمكنه أن يصل للكثير من المعلومات وأيضا سوضح لكم ما هي المعلومات التي يمكنه الوصول إليها في حال ضغطت على موافقة أما إذا ضغطت على ليس الآن هذه الأيقونة فستظر لك الرسالة مجددا في وقت آخر حتى توافق عليها وأنه ربما يتم حذف حسابك في تاريخ 8-2 أو فبراير في عام 2021 إذا لم توافق على الرسالة أو من الممكن أنه يتم تغيير على هذا التاريخ يعني الأسلوب والمعاملة في نوع من الابتزاز يا إما بتوافق على شروطنا أو نقوم بمنعك من استعمال الواتساب والآن ركز معي جيدا سندخل على موقع الواتساب حتى أوضح لكم ما هي المعلومات التي يمكن للواتساب بمعرفتها عن حسابك وهي معلومات حسابك ورقمك أيضا وصورتك وأيضا الحالة وأيضا جهات اتصالك يعني كل الأرقام المسجلة عندك على الهاتف وأيضا رقم الـ IP وأيضا الموقع وملفات الارتباط وأيضا الإيميل الخاص بك أما بالنسبة للمحادثات والشات فحسب كلام شركة واتساب أنه لا يطلع عليها طبعا أنت من تقرر هل ستكمل في استعمال واتساب على ما هو عليه أم لا ولكن أنا أنصحك بعدم الموافقة على هذه الشروط الجديدة إذا كانت معلوماتك مهمة بالنسبة لك وإذا قمت بالموافقة بالخطأ يمكنك حذف حسابك في واتساب نهائيا طبعا في نهاية الفيديو سأوضح لكم كيف تحذف الحساب نهائيا لأنه حذف الحساب يختلف عن حذف التطبيق حيث عند حذف التطبيق سيبقى الحساب وسيبقى ظاهر للآخرين فالأفضل حذف الحساب ومن الأفضل أن تذهب لبديل عن واتساب ويوجد بدائل كثيرة ومن أهمها هو تطبيق تيليجرام وهو تطبيق ممتاز جدا وفخم بكل مميزاته مثل إخفاء رقمك عن الناس والمكالمات الممتازة والدردشة المشفرة والكثير من المميزات القوية الموجودة في تيليجرام وفي الأيام القادمة سأقدم لكم شرح كامل لتطبيق تيليجرام وأيضا يوجد بديل آخر وهو تطبيق سيجنال وهو تطبيق ممتاز جدا من حيث الأمان حيث أن الرسائل فيه مشفرة ولا يجمع بيانات عن المستخدمين كما يفعل واتساب وأنا حاليا أستعمل تيليجرام وسيجنال هذا بالنسبة للبدائل بتطبيقات غير تطبيق واتساب أما إذا كنت بحاجة لاستعمال تطبيق واتساب فعندك خيار بأنك تستعمل واتساب معدل مثل واتساب أف أم أو واتساب جي بي فأنا حاليا أستعمل واتساب أف أم وهو ممتاز جدا ويحتوي على العديد من المميزات ولكن ربما يتم إيقاف هذه النسخ لأنها ليست رسمية ولكن يمكنك استعمالها خلال فترة بعد إيقاف واتساب الرسمي عندك ولكن كيف ممكن نحذف حساب واتساب أولا سندخل للواتساب والآن نضغط على هذه النقاط الثلاثة ومن هنا الإعدادات ومن هنا سندخل للحساب ومن هنا نختار حذف حسابي هذه الأيقونة وهنا في هذه الخانة تكتب رقمك والآن تكتب سبب لحذف الحساب من هذه الأسباب وهنا تضغط على حذف حساب وبتأكد العملية بالضغط على حذف حسابي وبهيك بكون قد تم حذف حسابك نهائيا من واتساب وبالنسبة لكل الروابط والتطبيقات والفيديوهات المذكورة في الشرح ستجدها في الوصف أسفل الفيديو وأخيرا شاركونا برأيكم في التعليقات عن البديل الأفضل بالنسبة لكم وهل وافقتم على الرسالة أم لا وما تنسوا تشاركوا الفيديو لأصحابكم للأهمية حتى تعمل فائدة على الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته